سلام يا ابونا أنا أخويا بيدرب أمي وبيجتمها وبيزعق من أبسط الأسباب هو سنه في بداية المراهقة وكمان بيعمل كده معايا ومع أخواتي ماذا نفعل مع العلم أن بابا بيزعق برضو فممكن يكون بقى زي بابا لكن مش مشكلة زعيق المشكلة أنه بيمدي إيده وبيجتم أمي ملحوظة هو ما كانش كده في الأول أنا أعتقد أنه تعلم كده من أصحابه أكيد طبعا السؤال ده متكرر وبتقول هو هو أتكر مرتين كتبته مرتين بتقول أن ماما مش بتقدر عليه وبابا مسافر هي دي المشكلة أن بابا مسافر كلمة بابا مسافر الولد في سن 12 و13 و14 سنة والكلام ده لكل الأسر اعمله معروف يحتاج السلطة الوالدية أكتر من السلطة اللي فيها أمومة الولد أول ما يبتدي بيتحرر يبتدي يتفطم عن أمه بيحتاج أب حنين وحاسم في عدم وجود الأب لأنه في دولة تانية بيشتغل الابن ده بيبتدي يتعلم نوع من أنواع الحرية فبيرتبط بأصدقاء السوق كل كلامهم في الشارع الشتيمة وحاجات أكتر من كده ربنا يسطر عليه ما تعلمش السجاير وما تعلمش بعد كده المخدرات لأن فيه خطورة الحل لابد من تدخل الأب بحسم ووجود الأب اتنين الكنيسة من أب اعترافه من الخادم المسؤول عنه لابد أن يجرم هذا السلوك ونفتح له الكتاب المقدس ونقوله في الكتاب المقدس كده إن لو الأب شتم ابنه كان يقدم زبيحة في العهد الأديم لأنه غلط زبيحة خطية لكن لو الأبن شتم ابوه أو أمه أو مد إيده على أبوه أو أمه يرجم حتى الموت والحاجة الغريبة أن رب المجد يسوع في العهد الجديد في إنجيل معلمنا ماري مرقس كرر نفس الكلام وقال مكتوب أن من شتم أبا أو أمما موتا يموت يعني المسيح كرر نفس الموضوع لأن أول وصية في الوصاية اللي بين علاقة الإنسان والإنسان الآخر ربنا قال اكرم أبوك وأمك وبالتالي الشتيمة إهانة أبعد ما تكون عن الإكرام ممكن لو واحد شتم صاحبه دي خطية أو واحد شتم ابنه دي خطية ما بقللش منها لكن يشتم أبوه أمه عقوبتها عند المسيح هي الرجم فلازم الولد يفهم كده الأب يكون موجود ويتداخل لأن أنا خايف على الولد ده كمان خمس سنين هيكون شكله إيه إذا كان لسه في أوائل إعدادي وبالشكل ده أمه في سنة وهيكون في شكله إيه أو في جامعة هيكون شكله إيه الولد ده لو تساب من غير تدخل إحنا بنربي وحش جوه البيت مفترس فأرجوكم ما تصبروش أكتر من كده ولازم يكون فيه تدخل ترجمة نانسي قنقر